يا اهلا وسهلا مساء الخير على حضراتكم مرحب حضراتكم طبعا بداية حلقة جديدة من السادسة والحقيقة يمكن اتمنى يمكن احنا منتكلم بان فترة طويلة عن موسم صعب جدا على كل المستويات على مستوى القندية على مستوى منتخب مصر الاول لكن الحقيقة يبقى مشوار منتخب مصر هو المشوار الاهم على مستوى الكرة المصرية في الفترة اللي جاية على مدار الشهرين اللي جايين حقيقة أن المنتخب مصر هيخد ست لقاءات في منتهى الأهمية وعلى بركة الله نبدأ المشوار بكرة إن شاء الله بإذن الله بمباراة مصر وأنجولا حلم الوصول لكاس العالم للمرة التانية على التوالي حقيقة هو حلم كل المصريين وما أعتقدش أنه في مباراة مباريات أهم في الفترة اللي جاية مهما كانت انتماتك أعتقد أنه ده الوقت اللي بننسى الألوان فيه ده الوقت اللي تتوحد كل الألوان وراء عالم مصر وراء منتخب مصر ده اللي احنا بنعرفه وده اللي احنا تربينا عليه وده اللي احنا تعودنا عليه أتمنى نطلع من الدوائر المفرغة والحدود الديئة اللي احنا عايشين فيها ونبص وندعم بشكل كبير جدا ونتوحد الحقيقة وراء منتخب مصر اللي هبتدي مع كابتن حسان البدري يقول للمواجهات بكرة في تصفيات كاس العالم إن شاء الله بمواجهة أنجولا أنجولا منتخب لا يجب أنك تستهين به صحيح أنه ما تقدرش تقول أنه منتخب من العارة تييل أو منتخب من الرنك اي أو الصفوف المتقدمة على مستوى القرار الأفريقية لكنه منتخب محترم وانا قلت لحضراتكم يمكن يكون المنافس الأكبر لمنتخب مصر فيه مجموعته مع الجابون وليبيا منتخب أنجولا بالمناسبة منتخب فيه 30 لعيد منهم 18 محترف بس قصة الاحتراف هنا يعني لا ينبغي أنها تخض حضرتك لأنه الحقيقة كلهم محترفين في أندية مش من العارة تييل أغلبهم بيلعب في أندية درجة تانية في البرتغال أو بيلعب في الخليج أو حتى محترف داخل القرار الأفريقية سواء في جنوب أفريقيا أو حتى في مصر زي أري بابل أشهر لعبتهم اللي أنت ممكن تكون تسمع عنهم أو تعرفهم هو جيرالدو طبعا داكوستا اللي كان بيلعب في النادي الأهلي وانتقل الدوري التركي تحديدا في أنقارة جوجو هم أبرز لعبي المنتخب الأنجولي هنتكلم على مطش مصر طبعا المنتخب أنا استعادته النهاردة لمواجهة بكرة إن شاء الله ومعنا تفاصيل كتير جدا طبعا عن الأهلي في المرحلة اللي جاية